لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد أعدنا اليوم مع اللقاء الثالث في التعليق على كتاب منة الرحمن في نصيحة الإخوان لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى كنا قد وصلنا إلى قوله العقيدة الصحيحة عقيدة السلف نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكيف ولا تمثيل العقيدة الصحيحة عقيدة السلف هذا أمر لابد أن يتفق عليه العقلاء فضلا عن المسلمين فلابد أن نعلم علما يقينيا أن عقيدة الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيدة الصحيحة الصافية ثم من رباهم الصحابة وهم التابعون ثم من رباهم التابعون وهم تابعوا التابعين لابد أن نعلم هذا وما يقوله التابعون وتابعوا التابعين في العقيدة إنما هو شرح وتوضيح لعقيدة الصحابة التي تربوا عليها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أبدا أن يأتي أحد بعد هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتينا بعقيدة زائدة عما كان يعتقده الصحابة رضوان الله عليهم ثم يكون عقيدة صحيحة كيف يكون ذلك فإن النبع الصافي وهو الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصحابة مباشرة ثم بعد ذلك الأجيال تبتعد عن هذا النبع الصافي شيئا فشيئا فلا يمكن أبدا أن يكون البعيد عن النبع الصافي أدق وأعلم من من هو أقرب إلى هذا النبع الصافي وهو الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن فعقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم ولا يمكن أن يكون قول بعض المتأخرين عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم هذه كلمة لا يمكن أن يقبلها عاقل فضلا عن مسلم كيف يكون هذا إنما ما زاد من العلم عند الخلف ما كان إلا من خزعبلة الفلسفة وعلم الكلام التي لا تمت لديننا بصيلة أبدا إنما أخذها الناس من مقدمات ونتائج يفترضها العقل ولا يمكن أن يكون العقل وسيلة لإثبات العقيدة في الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى غيب لا يمكن أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الوحي لأن الله غيب فكيف يكون العقل هو الذي يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى صفته كذا وكذا وكذا ونقول هذا أعلم وأحكم لا يمكن هذا لا يقبل فالعقيدة الصحيحة عقيدة السلف رضي الله عنه وهذه الجملة التي ذكرت هنا وهي جملة ذكرى شيخ السلام تامير رحمه الله في العقيدة الوسطية نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكيف ولا تمثيل وقوله نؤمن هي أشمل من قوله نصف أو نثبت إنما نقول نؤمن لأن الإيمان يكون فيه إيمان بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فاعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح هذا هو الإيمان بما وصف الله به نفسه وليس بما أثبت الله لنفسه فقط بل الوصف يشمل إثبات والنفي فما وصف الله به نفسه يعني ما أثبته لنفسه وما نفاه عن نفسه نؤمن به لله سبحانه وتعالى من غير تعطيل والتعطيل هو النفي مثل نفي الجهمية لصفات الله كقولهم لم يستوي على العرش وقولهم لم يكلم موسى تكليما وقولهم لم يتخذ إبراهيم خليلا هما قالوا ذلك لأنهم يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل كأنهم سينزهون الله أكثر من القرآن الكريم هذه هي خزعبلة العقول والعياذ بالله وإنما نحن لا نعطل هذا التعطيل أبدا لما نثبت ما أثبته الله نفسه ونؤمن بذلك ولا ندخل العقل في الإخبار عن الله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف التحريف منه التحريف اللفظي ومنه التحريف المعنوي نوعين للتحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي التحريف اللفظي كقول بعض المعتزلة لهم قائدهم واصل ابن عطاء قولهم وكلم الله موسى تكليما غيروها وقالوا وكلم الله موسى تكليما حتى ينسب الكلام إلى موسى وينفو صفة الكلام عن الله عز وجل ولكن هذا لا يمكنهم أبدا أن يقولوه ولا أن يحرفوه معه قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه الآية تنسب الكلام لله عز وجل ولا يمكن تحريفها وهناك التحريف المعنوي أي تحريف المعنى مع بقاء صورة الكلام كقول من قال الرحمن على العرش استوى أي استولى ومن قال اليد القدرة وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي في ثلث الليل الآخر فيقولون ينزل أمره أو ملائكته زعمل منهم أنهم ينزهون الله عز وجل وزعمل منهم أن العقل لا يقبل ذلك وحاشا لله سبحانه وتعالى أن ننفي عنه ما أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإشكال الذي يقع فيه هؤلاء المحرفون أنهم يقيسون صفات الله عز وجل بعقولهم فما قبله العقل يثبته وما لم يقبله العقل ويستوعبه ينفوه عن الله والعياذ بالله هذه جرأة غريبة كيف يتجرى عليها المخلوق كذلك قال ولا تحريف ومن غير تكيف ولا تمثيل التكيف اعتقاد كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولا يحيطون به علم والمنفي هنا هو إدراك الكيفية فالكيف مجهون أي هناك كيفية وحقيقة لصفات الله لكن نحن لا نعلمها نحن لا نعلمها يعني الله عز وجل له سمع هذا السمع له كيفية نحن لا نعلمها لكن نقول أن الله عز وجل له سمع حقيقي يليق بجلاله وكماله هؤلاء المحرفون يريدون أن يقولوا أن طالما أثبتنا لله عز وجل صفة السمع يبقى شبهناه بكل من يسمع من المخلوقات هذا كلام غير مقبول أصلا حتى كيفية سمع المخلوقات مختلفة من المخلوق إلى آخر فكل له ما يليق به فكذلك الله عز وجل له سمع يليق بجلاله وكماله ليس هناك أي إشكال ولا أي معضلة في هذا الأمر أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى لكن الشيطان يلبس على هؤلاء وهنا نقصد أن السلف فوضوا في الصفات تفويض كيف وليس تفويض معنا تفويض يعني ننسب العلم إلى الله عز وجل وننفيه عن أنفسنا ما هو العلم الذي ننفيه عن أنفسنا أو العلم بكيفية صفات الله نمى العلم بصفات الله عز وجل نحب صفات الله عز وجل كما قال السلف أمرها كما جاءت أي دالة على معانيها القرآن ليس فيه كلام لا معنى له لابد أن كل كلمة نزلت في القرآن يكون لها معنى لأننا أمرنا أن نتدبر القرآن كله وليس آيات دون آيات فلا يمكن أن يكون هناك آيات في القرآن هي بمثابة الكلام الذي لا معنى له لابد أن له معنى يعلمه من يعلمه ولكن هناك من يجهله بسبب جهله لكن لا نقول أنه ليس له معنى فكيف يتدبره الإنسان كيف يتدبر الإنسان كلاما لا معنى له لا يمكن أبدا إنما هذه لها معنى والله عز وجل كلمنا أنزل علينا القرآن باللغة العربية فهذه المعاني في هذه الصفات بما يلق بجلال الله عز وجل وكما لأما الكيفية فنحن لا نعلمها فتفويض السلف تفويض كيف وليس تفويض معنى هذه الحقيقة لا بد أن نعلم هناك من ينسب إلى السلف أنهم فوضوا تفويض المعنى وتفويض الكيف وهذا كذب على السلف وإلا أنظر إلى المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم كيف فسروا أسماء الله عز وجل وصفاته ثم نقول من غير تكيف ولا تمثيل ولا تمثيل والتمثيل هو التشبيه وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه في صفاته تعالى عن ذلك علوا كبير وهذه جريمة أخرى هناك المجسمة الذين شبهوا الله عز وجل بمخلوقاته نحن نقول أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء يعني ليس هناك شيء يشبهه وفي نفس الوقت نثبت له السمع والبصر سبحانه وتعالى فهذه الآية تقضي على منهج هؤلاء المعطلة الذين حرفوا زعما منهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيه عن مشابهة المخلوقين لا يقتضي التحريف ولا التعطيل الآية واضحة جدا هنا تنزيه ليس كمثله شيء ثم إثبات وليس تعطيل وهو السميع البصير الآية واضحة جدا ترد على منهج هؤلاء المعطلة والمحرفين لصفات الله عز وجل التشبيه والتمثيل أن تعتقد أن الله عز وجل يشبه كذا أو كذا من المخلوقات فنقول كل ما خطر ببالك فالله عز وجل خلاف ذلك قد يأتي الشيطان الإنسان يقول له الله عز وجل صفة كذا يعني يده كذا أو رجله كذا أو وجهه كذا كل كذا دي أن تتأخذها مما تراه والله عز وجل قال ليس كمثله شيء الأمر منتهي تماما يغلق التفكير في الكيفية لأننا لا نعلمها ولن نصل إليها حتى أننا يوم القيامة عندما يرى المؤمنون ربهم يرونه سبحانه وتعالى ولن يحيطوا به علما سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو المحيط بكل شيء كذلك نقول يقول في الكتاب لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا وإجمعهم حجة على من بعدهم فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفاه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشعرة بعضهم يقول سبعة بعضهم يقول تلتاشر بعضهم يقول عشرين فلا نحن نؤمن بكل وليس ببعض لكن هم يقولون أنها سبعة أو غير لا يقولون كما يعتقد الأشعرة أو غيرها بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا على المؤمنين والصخط على الكافرين والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه والضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة كل هذه عليها الأدلة في القرآن والأدلة فيه السنة يقول واليدين والقدم كل ذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله كل ذلك بما يليق بعظمة الله ليس فيه جرأة على الله وليس فيه يعني عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى إنما الله عز وجل يذكر شيء في القرآن نقول لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء في السنة نقول لا هذا لا يليق بالله لا يمكن أبدا أما يعلم الله عز وجل الذي يليق به ثم علمه هؤلاء الفلاسفة والعياذ بالله والسنة أصل في ذلك فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد ومنها إثبات صفات الله عز وجل لذلك نقول هناك من يفرق من يفرق بين القرآن والسنة في العقائد نقول أن لم يفرق بين الكتاب والسنة في العقائد إلا المنحرفون عن هادي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الحديث الصحيح حجة في العقيدة وفي غيرها حجة ثابتة حتى ولو كان حديث أحد هو حجة طرم أنه صحيح وإلا من ينكر حجية الحديث الأحاد في العقيدة نقول له أن القرآن أصلا نزل من الله عز وجل الواحد ونزل من خلال جبريل عليه السلام وهو واحد ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد ثم أخبارها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي الصحابة رضونا الله عليهم فلو تريدون أن تنكروا أحاديث الأحاد إذن سينكر الإسلام كله وهذه هي يعني التي يبغيها أعداء الإسلام والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل إلى القوم يخبرهم بالقرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمهم أن يطيعوه وإن كذبوه فليس لهم حجة في ذلك أن يقول أصلا أتنا واحد بس فلن نصدقه لابد أن يبعث لنا عددا كبيرا من الناس يستحيل توطوهم على الكذب لم يقل بهذا عاقل ولا أحد من أهل الإسلام أبدا إن من الذهب للمدينة ذهب إلى اليمن كان واحد أو اثنين من الصحابة ويبلغوهم الحجة وتبلغهم الحجة بذلك فنقول أن ثم يدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء مثل الأشاعرة ومن يؤول اليدين بالقدرة والحب والرضى والغضب والإرادة يؤولها مع نفي هذه الصفات واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله هؤلاء الأشاعرة ومن صار على سيرهم وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل ولم يفسروا آيات القرآن ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة بل قالوا أمروها كما جاءت أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله والإقرار بجهل الكيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به والحذر كل الحذر من التشبيه أي تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته التأويل طبعا التأويل المذموم هو أن نصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح بغير دليل أما إن كان بدليل فهو مقبول يعني لفظ له معنيان معنى راجح واضح متبادر للذهن ومعنى مرجوح لا نترك المعنى المتبادر للذهن من أول ما نسمع الكلمة إلى معنى بعيد إلا إذا جاءنا دليل يوجب علينا ذلك ويكون الدليل صحيحا لكن إن واحد يقول أصلا هذا لا يليق نذهب إلى المعنى البعيد نقول أين الدليل وماذا نقول لربنا سبحانه وتعالى إذا قال لنا من قال لكم أن تفسروا اليد بالقدرة عندما يسألنا الله نقول نزهك يا رب إن هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم لم يقول الذي يؤول الصفات بزعم أنه ينزه نقول له هل الصحابة فعلوا ذلك لكن لم يفعلوا ذلك وهذا معلوم لكل من له دراية بهدي الصحابة رضوان الله عليه يقول والحذر كل الحذر من التشبيه قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قالت أم سلمة والإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهون والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولذا فقد اتفق السلف على ذنب الفلسفة وعلم الكلام وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع ولا ينبغي أن نتبعهم في هذا بل لابد أن نقف حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم حتى يكون منهجنا أسلم وأعلم وأحكم فلا يمكن أبدا أن نسلم أن من جاءوا بعد ذلك وتلوثوا بفلسفة وعلم الكلام أن يكونوا أعلم من الصحابة أو أحكم منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتواتف